احفظوا هذه الجملة من عاش خادما تحت قدم امه عاش سيدا فوق رؤوس قومه عباد الله القرب من الوالدين قربه فيديو تعجبكم وتكملوا حتى الاخير ولكن اول مرة تشوفوا هذه القناة فما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد وما تنسيني شاختي من ذاك البصيمان الله يحفظك لي ويعطيك مات منيتي ندوز قبل ما ندخل الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل صلاة واتمن تسليم اللهم ارحم والدي وارحم جميع اموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة كيفما تشوفوا اخواتي سنبدأوا باول تدبيره اول حيلة كيفاش نحتفظ بلافوكا بالنسبة لبنات لهذا الفيديو هذا فهذا الفيديو عندي قديم وعودت حطيته لكم يعني جمعت لكم فيه جميع التدابير فيعني السطوك اللي ديرا يعني جديد ديل هاد العام فراني شاركته معكم وما زال سنشارك معكم ان شاء الله المجمد وكيفاش نضموه بالنسبة لهذا التدابير فكينين عندي في القناة يعني كين تدابير لعندي عام هادي كين تدابير لعندي عامين هادي يعني للامانة المهمة البنات بالنسبة لكاكي كيفما كتشوفوا هاد الكاكي لي ما كيكونش فيه العظم وكيكونش ويقاسح دار حل تفح فكينقطعوه على هاد الشكل هذا يعني من النص وكيبقى عندي مدة طويلة ما كيبقى عني تشي حاجة وبالنسبة لفول فوقتها دورة هو موجودة البنات الدابة خودوه نقيوه وديروه في بلاستيكات هكا وحتفظو به فغا تحتاجوه وبالنسبة لبنات الماطيشة سوغيز حتى هي بهالطريقة هادي ركا تبقى زوينة وحتى ماطيشة الكبيرة تقدروا تقطعوها دوائر وتحتفظو بها او لا تقدروا تحتفظو بها حبة مكمولة غير هي رمكا تصلح لتشي حاجة من غير الحريرة او لا من غير الحاجات اللي نقدروا نطحنو فيهم ماطيشة بالنسبة للماطيشة سوغيز فانا كنديرها كايا بعد غطة تنديرها كايا مع الطاوات ديال الحوت تنديرها مع لبات فهي كتكون لديدة وكيكون تدل لون ديال الهزوين وبنسبة لبنات الكاكي فالكاكي اللي كيكون هكايا رطيطب اللي كنقدروا اننا نديروا به هالفلون فهو اللي جمعتو في السلوفان يعني مكمول وبالنسبة للاخر اللي كدير بحل تفاح كيكون شوية كي يكررش الفم فكنا نقطعوها على جوج او لكنا نقطعوها هكايا مور صوت صغار هنا كنوركم البنات ما طيشة سوغيز كانت رخيصا في ذاك الوقت وكنت اختيت منها واحد الكيمية الكبيرة وحتفظت بها فحاليا انا ما خديتش منها بزاف حيث بقى زيدة عندنا احنا هنا يرادي رستدرهم الى رخص اكيد انني غادينا نشريها وغادي نحتفظ بها بالنسبة الفلفلة البنات احت هي راني شاركت معكم الفيديو السابق كيفاش كنحتفظ بالفلفلة فالحمرة ولا الخضرة ولا الصفرة كاملين كنقطعوهم بنفس الشكل يعني مربعات مندوزهم في الهشوار وكنحتفظ بهم في بلاستيكات هكايا بالنسبة لهات البلاستيكات فما ياخدوش بزاف ديال البلاستيكات في المجميد بالاخص اللي ما عندهم شكاية كونجيلاتور عندهم غير ذاك الفريغو ديالتلاجة فاغياد غير يعمر هات البلاستيكات را كيعاونوا وحتى بلاستيكات غير عاديين غير نستفو بنفس الطريقة يعني يكونوها كمبسطين باش ما ياخدو لناش البلاستيكات وبالنسبة كيف مشتو اللافوكا فاغطيت عليها بهات البلاستيكات هذي باش ما تشمش الرائحة ديال المجميد سوف يحتاج جمدات را واحد اربعة ساعات ولا خمسة ولا المهم على حسب مجميد ديالك مشكي جمد ضغي ضغيا سوف يكن جبدوها كيف ما كتشوفو وكنجمعوها في بلاستيك غدائي او لا في بواطا كيف ما بغيتو فما تيوقع لها حتى شي حاجة بالنسبة لهات البلاستيكات فانا استهلكت هالعام ليفات يعني هذي تحضيرات ديال العام ليفات ديال رمضان ليفات اما هاد العام البنات فا احتفطت بها مكمولة يعني كتنجيبها وما كانش عندي الوقت باش غدين نقيها فكنت تنجيبها في ستولوفان كل وحدة بوحديتها والطرق بجوج بهم ناجحين وكتبقى تبقى لافوكا زوينة يعني را كانت صراحة كانت نقصت في الثامن ماشي شي تامن لي نقص بزاف ولكن مهم را نقصت في الثامن على دابة دبرة طلعت هاد شي اللي كان البنات مهم ببنات اللي بغوا يحتفظوا بلافوكا فالطرق بجوج بهم يعني ناجحين يعني تقدروا انكم تقشروها في حال هكاية وتقسموها على النص ولا على اربعة وتقدروا تجمعوها في بلاستيك غدائي كل وحدة بوحديتها وكين اخوات اللي شفتهم اللي كي يحطوها كاف مجميد بلا سلوفان بلا تاشي حاجان مويمة البنات انا ضروري كان دلا السلوفان معمرني ما جربت انني نحطها كاف المجميد بلا سلوفان باش ما نكدبش عليكم في البنات والافوكا ديالي كان حتفظ بها بهات الشكل هادا منين كان بغيها كان هز كان هز القياس اللي خاصني وكنكون مهنية من جهتها ومن الثامن ديالها هنا البنات غدي نشارك معاكم المركز ديال الليمون الليمون ديال العصير اللي البنات راه باقي لحد الساعة ما بنش في الاسواق وسمعت بانه هو في الشجرة كي يتبع بخمسة دراهم يعني راه غدي يدخل غالي هاد شي اللي سمعت نتمنى وان شاء الله يكون هادك الشي غيهدرا يعني ما يكونش غالي فكم عارفين تيخزنوه حتى تيقار برمضان عتي يجيبوه بالنسبة الهنا عندي ربعة كيلو وكنت شريتها البنات هاد الليمون هاد كنت شريتها بدرها مونس كان تكسعة كان الرخص صراحة يعني ما مور ذاك الشيرة صافي ولو الاتمينة كي تزادوا هنا كما قلت لكم عندي اربعة كيلو فحكيتها كغيق شيرة الفقانية ما كان وصولوش ذاك اللب البيض صافي حتى كنحكو ذاك الليمون اللي عندنا كامل كنضيف عليه السكار بالنسبة السكار كل كيلو كنديروا ليه نصف كيلو دي السكار هنا البنات سراع عندي غير كيلو دي الساني ده وغادي نضيف عود كيلو دي المورسو صافي وغادي نعصار كيف ما كتشوفو غادي نعصار هاد الليمون كامل يعني حاجتي في العصار دياله وغادي نضيف العصار لهاد القشور هادو وكيف مشتو كتنوريكم واحد الكاثرول فيها شرائح ديال القشور ديال البرتقال راني عسلتهم وهاد تدابير هادو غادي ننزلكم الفيديو ديالهم في صندق الوصف الى بتو تشوفوه يعني كيفاش غادي تستغلو هاد الليمونها ديال البرتقالة من القشور من كل شي يعني مشيغي العصار كنت ادرت معاكم مركز للقشور مع السلين والبودرة ديال القشور ديال البرتقال وفي كيف ما كتشوفو البنات فانا كملت العين عصارت هاد الليمون كامل وضفتول هادو كالسانيدة وهنا يكن نقول لكم بان هاد الليمون هاد هو اللي حيط له قشيرات غي قشيرات من الفوق وغادي ندير بهم بودرة ديال ديال البرتقال اللي كان نكيه بها الكيك تنديرها في تحليات تنديرها بزاف ديال الحاجات كمنكيه يعني في العود ما ندير دائما الفاني فكان مرة كندير الفاني مرة كندير الليمون كل مرة مرة الحامض صفي البنات هنا ايا بالنسبة لهاد السكار اللي اضفت هاد الكيلو الثاني عندي ربعة كيلو ديال ليمون ودرجو كيلو ديال السكار صفي غدين هنخلي انا هاد الحاصر هاد مع السكار هنخليهم ليلة كاملة باش يدوب ذاك السكار على خاطر خاطره ولكن مرة مرة كان بقى نحرك مرة مرة كان بقى نحرك يعني لقدرتو هاد العملية هادي بالليل تقدروا تخليوها الصباح ولقدرتوها في الصباح تخليوها العشيين مهم غير يدوب لكم ذاك السكار يتعسل مع مع العاصر ومع القشور صفي كي يكون واجد هنا البنات هاد القشيرات هادو كيفاش كنن نعسلوهم كنقطعوهم كشكل طولي كنحيدو لهم شوية ذاك اللب وغد نخلي لكم الفيديو باش تعارفوا الطريقة يعني بجامع التفاصيل الصراحة كي يجيو زوينين كنزينو بهم الكيك تنزينو بهم لطارت يعني كنحتاجوهم بزاف دي الحاجات كين اللي كيعجبوه ياكلوهم بحال هاكا كي يدير عليهم هاكا يصوص دي الشوكولة وكي ياكلهم هاكا كمسلين فكي يجيو الصراحة زوينين وكيبقوا معنا مدة طويلة فهم اللي جينا نشروهم راكي تشروب تامن سوفي كنجمعهم فات القريعة وكنحسفض بهم في التلاجة حتى كنكون يعني واقفة كان احتاجوهما كيف ما قليت ليكون في بزاف دي الحاجات كنحتاجوهم في الزين دي الحلويات كان احتاجوهم في الزين ديال لي طاقة كان معي Chainيرو بزاف دي الحاجات فاشكا تحتاجوهم وحنا عارفين بأن القشور ما نديرو بهم والو الأغلبية كنرميوهم فانا واحد شوية من ذوك القشور نديرو بهم شي حاجة والصراحة راكي ينفعونا هات شي لكين البنات المهم غدي نديروهم فاضل قرعي كيف ما قلت لكم وغدي نحتفظ بهم في التلاجة وانا راني استهلكتهم مبقاوش عندي صفي هنا يرى لغد له يعني الصباح صفي كنحرك ذاك ذاك العاصر كنلقى بأن نرى ذاك السكر داب وغدي ندوز غدي نصفي العاصر ديالي من القشور يعني باش يبقى عندي ذاك يبقى عندي ذاك المركز صافي ما فيش القشور وذوك القشور حتى هم راك نحتفظ بهم راك نرميهم موالوا راكي تشوفوا بأنني دائما كتشوفوني كنستعملهم في الكيك بزاف ديال الحاجات وهذه هم القشور اللي كنت استعملت في المركز ديال البانان كنت استعملت القشور ديال الحامض القشور ديال البرتوقال وان شاء الله في هذا الفيديو هدا غدي نشارك معكم حتى مركز ديال الحامض المهمة لبنات انا را بقي ما بقي ما وجد شمركز ديال الحامض وبقي ما وجد شمركز ديال البرتوقال بالنسبة للمركز البرتقال للبنات هنا باقي في الاسواق ما بنش عندنا الليمون او البرتقال ديال العصير فهو اللي كي يكون فيه لما بزاف يعني كيكون فيه العصير مزيان وكتكون القشيرة ديال ورقيقة ماشي في حل النافيل النافيل ركي يكون هكيا ملحم الدخل مكي يعطيش بزاف ديال الموخن بغي ندولو به المركز صافي كيف مكتفوا البنات صفيد دك المركز من سميتو من القشور القشور ديتون في ديك البواطة هادوك القشيرات اللي عسلت ديتون في القرعة وهنايا كنوريكم بانني يعني المركز ديري راه ديتون في المجميد كي يكون زوين بزافة البنات الماضاق ديالو خاطير فتقدروا تضيفو لي غي الماء وتشربوه كي يجي مونعيش هناي القشيرات اللي كنت يعني كتلكم را ديكو الليمونات حيت لهم القشيرات وغي ديك القشيرات الفوق يعني ما يكونش فيها بزاف داك 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 اللوب الابيض وحطيتهم يعني غير في المطبخ كل مرة كان حطهم هكا فوق الفران باش ما يتغيرش اللون ديالهم غير على برة مني كان طيب الخبز كان حطهم هكا كان حطيك ديك الصينية فوق الفران حتى كرموا مزيان كينش فيو كيكرموا وكان طحنهم كيف ما كتشفوا على هاد الشكل هذا وكان حتفض بهم حتى هما كيكونوا كمونسم لبزاف ديال الحاجات إلا كان كيعجبكم يعني كتعجبكم النسمة أو لا المضاق ديال البرتوقال فهد الطريقة هذي رازوينة بزاف وخكرا كيكون فيهم شي شويد المرورية ماشي كيكونوا ما فيهم شي المرورية قاع راكم عارفين القشرة كتكون فيها المرورية مازال هدوك اللي عسلنا البناء فرا كنا نسلقوهم ثلاثة ديال المرات باش نتحيد منهم شوية المرورية أما هذا را كيكون فيه المرورية غير اللي كيعجبوا الماضاق ديال الليمون را ما كيديهاش في ذاك المرورية كسافي البنات وندوزو الحامض بالنسبة للحمض البنات ضروري يعني نغسلوهم مزيان 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 وخان نغسلوه هكا بشي شويتا باش نحيدوه داك كيكونوا في هكا شي بريقيعات ولا شي نقيطات كحلين سوف يكن نشفوه وندوزو هكا ينحكو لي في الحكا كرقيقة غير ذاك القشيرة الفقانية الصفرة ما نوصلوش للبيض على هات الشكل هادا وكان ندوزو نجيبو هكا هاد الحامض اللي بقادنا نعصره هكا هو العاصر دياله يعني نعصره كامل وحتى هو راه نفس الطريقة ديال البرتقال بالنسبة للطريقة هاد طريقة ها ديراني حتى هي كنديرها لكم شي عام هادا ولا عامين ودابا يعني عاوت لكم الفيديو حيث انا غادي ندير غادي ندير ان شاء الله المركز ديال البرتقال وغادي ندير المركز ديال الحامض غير ما عرفتش واش غادي نكون مسالية ولا ما مسالياش باش نصور لكم هاد الشي علاش قلتنا يعني راه نفس الطريقة ليدت يلي غادي ندير نحط لكم الفيديو الى لقيت الوقت را غادي نشارك معاكم التدابير اللي غادي ندير وإلا ما لقيتش الوقت فغا نحط لكم الطريقة حيث كينين الفيديوهات بزاف والصراحة راه صعيب باش غادي تلقاوا هاد الفيديوهات را تقريبا 600 فيديو فكينين بزاف ديال الفيديوهات التحت كين اللي ما كيعرفش انه يجبد الفيديوهات كين مهم لك شي باش قلت نعود نحط لكم هاد الفيديوهات هادو نجمعهم نكون فيديو واحد قصفي هنا كيفما كتشفوه عصر الدق العاصير اللي هنا عندي 4 كيلو ديال الحامض وعندي جوج كيلو ديال السكار وعندوك القشور ديال الحامض بالنسبة الحمضة البنات الحمض ده برا رخيص را دير 4 دراهم 5 دراهم حتى 6 دراهم فرا رخيص را ما تقولوش را ما رخيصش را غادي زي دير خاص ما كنظنشوش غادي زي دير خاص كتر من هكا راغي شوية غادي زي دي طلع لابتو تديرو المركز ولابتو تديرو شي تدابير بالحامض فهذه يلو قيتا ديالو استغلوها جيبو الحامض خزنوه في الكنجيلاتور تهوار تبقى مزيان ديرو العاصير ديالو عادي وديروهم فتاك المكعبات وخزنوه فرغي شوية غادي تتغمضو عينيكم وطلقاو الحامض وقلو بعشرين درها من الفوق وما كيكونش قاعد يكون قليل صافي البنات كنخلط عود هاداك للسكر كنخليه بغيتو تخليوه ليلة كاملة تخليوه بغيتو تديرو هادا هادا المركز هكا تكون عندو الصباح تقادوه وتقادوه وتقادو تخلطوه حداكم في الكوزينة العشية كيكون داك السكر ده بخاص الى درنغية الساندة فما كنحتاجوش اننا نبيته حيث را كدو الساندة دغية كنصف ايوه بالنسبة القشور كنحتفضو بالقشور صافي وبالنسبة العصير او المركز فكنديرو في بواطات وكنديرو في المجمد را كي يجمد ولكن تيبقى في حل الجيل ما كيقصح ما والو والقشيرات را كيكونوا معسلين كي جوتهم عود في الكيك في اي حاجة بغيتو فيها الماضاق ديال الحامض فتقدرو هاد القشيرات يعني تتعملو تتعملوهم في ذاك الشي اللي بغيتو صافي البنات وكيكون المركز ديال الحامض ديالي واجد بالنسبة القشيرات هما هادو حتى هما كيكونوا مع الكين ما كيقصاحوش كيف ما كتشوفو كي يجووا على هاد الشكل هادا منين كتبغوا تتعملوهم كتهزو الكيمية اللي بغيتو بالنسبة لهاد البواطات البنات فهادو القشور اللي كنت عصرت حتى هما طحنتهم وحتفت بهم كتنغسل بهم الدجاج يعني كل مرة كنبغيها كيا نغسل الدجاج كنحيد واحد المورسو كنخليه شوية حيث هو كيكون قاسح نقدروها كيا نفرقوه في بلاستيكات وهذا المركز ديال الحامض نتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه ونتمنى هذا الفيديو يكون كان خفيف ضرايف على قلوكم يكونوا هاد تدابير عجبوكم غادي نشارك معاكم واحد العصير اللي كانحتاجوا فيه يعني الموركز ديال الحامض هنا عندي تفاح واحد الكيمياء ديالتفاح اقطعتها هكي على 4 حيث لها غير اللوب ديالها ذاك البلاسة اللي كيكون فيها ذاك الضيمات وغادي نضيف ليها يعني بالقشور ديالها باش ما تصفايوش حيودوا القشور بغيتوا تديروا تفاح بالقشور دياله فضروري غا تصفايو هاد العصير هادا كان ضيف واحد الكمية ديال موركز ديال الحامض وكان ضيف الكمية ديال الماء اللي بغيت على حساب واش بغيتوا العصير ييجيكم خاتر ولا بغيتوا العصير ييجيكم هكي جاري فالما تتحكموا فيه انتوما وما تضيفوش سكار حي ترى المركز ديال الحامض راهوك يكون حلو وبزاف يعني راه كافي صافي كان تحنو هاد العصير هادا وكان صفياه وحيت انا درت كيف مشتو التفاح درتو بالقشور دياله صافي كان صفياه على هاد الشكل هادا فاوكي وجدد نوح العصير اللي يجي منعيش يجي زوين زوين بزاف وها الطريقة هادية البنات فكتخلي العصير ديال تفاح متيك حالش يعني حتى ان شاء الله فسدنا رمضان إلا بغيت ديرو هاد العصير وخالد ديرو علاب كري ما كتخافوش انه يولي اللون ديالو مأكسد و اللون ديالو خايب كيبقى اللون ديالو زوين إلا بغيتو يجي مرمل ويجيكم عاقد شوية فاقشروا تفاح وعادة كديروه باش مت يعني مت متصفايوا شو يعطيكم يكا يا العصير مشي عاقد والمهم البنات كي يجي في جميع الأحوال زوين زوين بزاف متمنين لإعجاب ديالكم وتعقلوا عليه تتجربوه ان شاء الله فرمضان و هنا يا مبقى لإلا نقول لكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء إلى فيديو جديد ان شاء الله